موسيقى الإنسان اللي هو عنده دين هل يخرج الزكاة أم لا يخرج الزكاة لأن الدين مانع من موانئ الزكاة لكن ما هو الدين الذي يمنع الزكاة أنا مثلاً مسلف عشرات المليون مسلفها من عند الناس وهي اللي عندي هذا الدين هذا ليس عليه الزكاة ولكن بشرط أن لا يكون عنده شيء يقابل هذا الدين من الكماليات مثلاً عنده هو شيء أمر ليه هو من الكماليات ليه شيء من الضروريات يقدر يبيعه وهو تساوي عشرة المليون هذا يخرج الزكاة وخاوه مسلف عشر أرى عنده ما يقابل هذه العشرة لأن القاعدة عند الفقهاء من استطاع أن يملك عد مالكاً فإذا كان الإنسان مسلف مسلف مثلاً هذه الفلوس إذا كان عنده الإمكانية وعنده أمور من الكماليات اللي يمكن أنه يرد للناس الدين ديالهم هذا خصوص يزكي لكن لا ما كانش عنده هو مديون وهذه الفلوس اللي تحت منه وإن كانت من صاباً ولكن هي دين هذا لا يزكي أما الإنسان اللي يعطاه بعض الناس كيسولت يقولك أنا مسلف الناس واش هذه الفلوس نخرج عليها ولا لا إذا كان دين تجارة هذا يزكي عليه الإنسان لأن التاجر يزكي المال الذي عنده وعروض التجارة والدين هذا التاجر أما إذا كان قرض حسن فلا يزكيه حتى يرجع إليه يزكيه زكاة عام واحد باش يوصلك جديد فيديوهات لأنباء تيغي تابونوا معنا في لتشين يوتيوب وفعلوا جانب